طالب ألاف المتظاهرين في عشرين مدينة إسبانية على رأسها العاصمة مدريد المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وفي بين المشترك طالب المتظاهرون بسحب قوات الاحتلال وإنهاء لبادة الجامعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة مظاهرات لا تهدأ واحتجاجات في كل مكان ومطالبات مستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عضوانها الغاشم على قطاع غزة والذي ما زال مستمرا رغم قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجامعية في إسبانيا خرج المتظاهرون للمطالبة بإنهاء العدوان ووقف نزيف الدماء مع مطالبات للمجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة آلاف المحتجين خرجوا في مظاهرات عامة عشرين مدينة إسبانية في مقدمتها مدريد وبرشلونة وإشبيلية وبلد الوليد وليون وبلباو وبوغوس استجابة لدعوة منظمة جمعية مدريد الوحدوية مع فلسطين بدعم من 187 جمعية ومنظمة أهلية في عموم إسبانيا المتظاهرون طالبوا في بيان مشترك بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وسحب قوات الاحتلال وإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ورفع الحصار كما طالب البيان حكومات العالم بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وشدد على أنه على الحكومة الإسبانية قطع جميع العلاقات السياسية والديبلوماسية وكذلك الاقتصادية والثقافية والرياضية مع إسرائيل ورغم قرار محكمة العدل الدولية بضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة ما زالت قوات الاحتلال ترتكب المجازر وأعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين دون رادع اشتركوا في القناة